السلام عليكم أرحب بكم بالجزء الثاني من المحاضرة الثالثة لمادة انتقال الحرارة وبهذا الجزء رح نتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو Thermal Resistance Network انتبه معاي حتى ندخل بهذا الموضوع يحتاج أنه نستذكر ما تكلمناه سابقا بالمحاضرة الأولى عن كيفية تشبيه انتقال الحرارة قوانين انتقال الحرارة اللي هي المودز أقصد الكوندكشن والكونفكشن والرادييشن كيفية تشبيه بقانون أوم لانتقال الطاقة الكهربائية قانون أوم اللي نص على انه التيار اللي هو ما يسري يعتمد على فرق الجهد والمقاومة ومثل ما ردنا نشبه هنا شبهنا التيار كأنما هو الكيو اللي هي الطاقة الحرارية التي تجري وشبهنا فرق الفولتية على انه فرق درجات الحرارة اللي هي المسبب أو المحفز لجريان الطاقة الحرارية وبالتالي كل شي زائد موجود بالقانون يمكن تمثيله على انه ثيرمال رزيستنز يعني شلون يعني مثل ما نيجي ناخذ هذا كل استذكار طبعا كل ما نيجي ناخذ القانون مالكوندكشن القانون مالكوندكشن بشكل عام طبعا كوندكشن يعتمد على هل هو بلاين وال يعني اقصد قانون انتقال قانون التوصيل لسطوح المستوية لو هو سلندر لو هو سفير يعني يعتمد حسب بس احنا هسا بشكل مبسط اخذنا قانون المستوي وقلنا انه اريدني كتبه بهاي الصيغة فالكيو موجودة دلتا تي موجودة بقعدنا هذا الجزء هذا الجزء اللي هو الكيو اي ايل لازم يمثل الار لازم يمثل الار فشون يمثله بالار يمثله بالار يصير المقلوب هذا المقدار ينزل اسفل الال فيصير ال على كي اي السبب انه نضع بهذا الصيغة السبب انه هسا الار اذا ترجع ترجع الار هنا نحط نقدر بكل سهولة دلتا تي قيمة الار ال كي اي وبالتالي المقلوب المقلوب هذا يقدر ينكتب بالكي اي دلتا تي ال وكأنما المعادلة رجعت الى وضعيتها الطبيعية هذا فيما يخص التوصيل وتوصيل اي توصيل هذا هذا توصيل المستوي بعدين هسا رح نشون نطلع توصيل يعني نطلع المقاومة الحرارية هذه مقاومة حرارية للتوصيل في حالة المستوي لازم نطلع مقاومة حرارية هذا ع العفو هذا هذا مستوي زين هاي قيمتها هاي في حالة المستوي هسا لازم عندنا نطلع R thermal للسيلندر وR thermal للسفير ماشي زين وكذلك تكلمنا على انه انتقال العفو المقاومة الحرارية في حالة انتقال الحرارة في حالة الكون 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 هاي معادلته وقلنا هذا الديلتا تي انت تريده لين هو موجود اللي Q موجود اذا نبقى عندك هذا المقدار فهذا المقدار حتى يحافظ على مكانتين كتب واحد على H يعني هسا اذا نجي نعوض دلتا تي كما هي ومكان ال R نعوض هاي ال R فنعوض ها واحد على H A هذا المقلوب يصعد مرتلوخ بشكل طبيعي يصير H A دلتا تي وكأنما ما غيرنا شي اذا هاي R اللي هي ال Convection وفي حالة ال Radiation كذلك انه اي شي هذا دلتا تي موجود وهذا ال Q اذا هذا يوقع عندك H R A وبالتالي ايضا يواحد على H R A وهذا يمثل المقاومة R Thermal هذا اقصد المقدار كله يمثل المقاومة اللي هو R Thermal واللي هو همين من نجي نكتبه بالصيغة الطبيعية مالته يرجع ينقلب من جديد هذا التفكير هسه اذا عدنا Network Network يعني سلسلة من المقاومات يعني شلون راح نشوفها خلال الشرح مالتنا وشلون راح يفيدنا استخدام هذا ال concept يعني هذا المفهوم مفهوم Network System اللي هو يعني النظام المقاومات شو راح يسهل الحل هسه راح 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 حسب الكيس اللي عندك هسه اذا نجي على Conduction Thermal Resistance هسه اذا نحكي على Conduction شلون اقدر استخدم قانون او طريقة الحل بال Network Thermal Resistance Network يعني اذا عندك هواء بهذا الطرف درجة حرارة T Infinity وعندك هذا الجدار اللي هو درجة حرارة T1 هذا Side ومن ثم هذا Side هذا الجانب T2 وهنان يعني خلننقول هذا خارج وهذا داخل الغرفة وهنان خلننقول انه هو صيف فدرجة حرارة الهواء هنا عالية وهنان هذا الجدار الخارجي ومن ثم هذا الجدار الداخلي وهذا داخل الغرفة فعندك سريان كيو بهذا الاتجاه ماشي عندك حرارة تنتقل بهذا الاتجاه زين هسا إذا نجي نتبع الحرارة شون تنتقل الحرارة طبعا تنتقل من النقطة رقم خلنسمي هاي النقطة رقم واحد هاي النقطة رقم ثنيا هاي النقطة رقم ثلاثة وها النقطة رقم أربعة ماشي فنحن نأخذها بالتسلسل حتى أراويك شلون عملية استخدام Thermal Resist Thermal Resistance Network شون مفيدة Thermal Resistance Network مفيدة بهذا الاسلوب شوف إذا أردنا نستخدم State by State انتقال الحرارة في الحرارة تنتقل بالبداية من نقطة رقم 1 إلى نقطة رقم 2 بأي طريقة تنتقل بالconvection Convection ومن نقطة رقم 2 نقطة رقم 3 بأي طريقة تنتقل بالconvection ومن نقطة رقم 3 نقطة رقم 4 تنتقل بالconvection مرة أخرى بالconvection هنا عملية انتقال الحرارة خاضعة Q من 1 إلى 8 خاضعة إلى H A T infinity 1 ناقصا T infinity 1 ناقصا T1 هاي الخطوة الأولى زين عملية انتقال الحرارة من 2 إلى 3 يعني Q من 2 إلى 3 خاض على أي قانون التوصيل ناقص K A اللي هو حيصير T1 minus T2 على L هاي المسافة اللي هي منانا لهنانا نسميها L ماشي؟ وبعدين عندك النقطة اللي هوخة اللي هي Q من نقطة رقم 3 إلى نقطة رقم 4 من 3 إلى 4 ذا تنتقل بالconvection فهو H A T2 minus T infinity 2 خلينا نوضحها آسف اللي هي من 2 عفو من 3 احنا رقمناها 3 وهي 4 اللي هو راح يصير H A T2 minus T infinity 2 ماشي؟ هاي أكو غيرها؟ لا زين إذا أنا بالسؤال نعطيك فقط درجة الحرارة عند النقطة رقم 1 ودرجة الحرارة عند النقطة رقم 2 وأطلب من عندك كمية الحرارة المنتقلة كمية الحرارة المنتقلة الكيو مثل نقول عليه كيو توتل اللي هي plus all كل النقاط شلون راح نقدر نستخدمها إذا أنت ما عندك درجة الحرارة هنا ودرجة الحرارة هنا أنا أقول لك شو راح نستخدم؟ راح نستخدم قانون Thermal Resistance Network شلون يعني؟ هل سرح نبين لك خطوة خطوة شوف انتبه معي نرسم الشكل الآتي من النقطة 1 وخلنا نعيدها 2 3 4 من النقطة 1 إلى النقطة 2 هاي هنانة مقاومة شنو؟ هاي يسموها R Thermal Convection ومن 2 إلى 3 هاي المقاومة شي يسموها؟ يسموها R Conduction Conduction ومن 3 إلى 4 يسموها R Convection Convection صح؟ زين ال R Convection هي شنو؟ 1 على H A هاي هاي ها H H هنانا أكو H1 وهنان H2 ف H1 ال Conduction شنو مالت هاي 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 Convection زين هاذا هنانا ال Conduction ال R شي يساوي إنا هذا ال Conduction هذا يساوي إنا L على K A ممتاز هاذا ال Convection شي يساوي إنا ال R 1 على H2 اللي هي هاي في ال Area واضح الكلام زين هذا طبعا هو جدار فال Area مالت هنانا هاي ال Area مالت زين هسا إذا تلاحظ إذا جينا نكتب ال Q Total اللي هي ده تنتقل ال Q Total ده تنتقل هاي ال Q نقدر نكتبها في صيغة شنو؟ صيغة قانون Ohm شا ح تساوي لي تساوي لي Delta T Over All يعني Delta T من نانا إلى هنانا خليني نقول هاي واحد وهنانا رقم أربعة داخل البيت فDelta T Over All على Summation R Thermal Summation R Thermal بعبارة أخرى هاي خاف تحتاج هاي هنانا هاي نكتبها هاي عبارة عن 1 على H1 a وهنانا هذا القانون ال Q Total الحرارة الكلية المنتقلة هي عبارة عن دلتا T over all على summation R thermal summation R thermal شنو عندك إذا تيجي تباوع تيجي تباوع عندك نقطة واحد مقاومة نقطة ثنين نقطة ثنين مقاومة نقطة ثلاثة مقاومة نقطة رقم أربعة هاي المقاومة مقدارها واحد على هاي المقاومة مقدارها شنو L على K A وهاي المقاومة هي عبارة عن واحد على H2A هاي H1 صحيح لو لا زين إذن summation يعني معناته لازم summation هو عبارة عن هاي يسميها R1 2 هاي بعض كتبناها عرفتها أنت زين السميشن R ثيرمول هو عبارة عن R1 2 زايدا R1 زايدا 2 3 خلنا نسمي هاي R1 خلنا نسمي هاي R2 خلنا نسمي هاي R3 فها R1 زايدا R2 زايدا R3 فأنت تجي تحسب هاي قيمة هاي تحسب قيمة هاي تحسب قيمة تعوض هنه هنانه تجمع هنه هنه تطلع Rthermal total هاي Rthermal تجي تحط هنه Delta T over هي عبارة عن T infinity 1 ناقصا ناقصا T infinity 2 اللي هي هاي هنانه على السميشن اللي انت كتبته السميشن Rthermal السميشن اللي انت كتبته زايدا هنانه لازم تنتبه هذا الربط مثل ما كتبناه هنانه هذا الربط هذا الربط ربط اللي هو مشابه الى هذا اللي احنا هسا كتبنا هذا الربط هذا شوف هاي T infinity 1 وهذا هنانه الكونفكشن R convection لهاي نقطة T1 هنانه عندك شنه عندك ما يمثل الوال اللي هي R conduction هاي النقطة اللي هي نفسها T2 ومن ثم R ثانية اللي هي R الكونفكشن ومن ثم يوصل بالنهاية الى T infinity هذا الربط بالكهرباء هذا يسموه ربط توالي صحيح هذا الربط يسموه ربط توالي لذلك summation summation R thermal لهذا الربط هو عبارة عن plus إذن ربط ربط توالي هي هاي المقاومة زائد هاي المقاومة زائد هاي المقاومة يطلع total واضح هذا يسموه ربط توالي زين أكو أكو بعض حالات الربط راح تشوفه وال R convection الثانية راح تشوف إنه هذا R convection الأولى اللي هي من نقطة رقم من نقطة رقم واحد خلي هاي بعد نسوي clean up زواني كل اللي تكلمنا عنه إنه هاي R total اللي هي summation راح يصير R convection وهاي تكلمنا عليها هذا R convection هناني ورح يسوينا R wall اللي هو هاي المقاومة إثناء الجدار وهاي مقاومة الconvection الثالثة اللي هي هذا الconvection ورح تشوف إنه هاي الأولى وهاي مال الجدار وهاي مال داخل الغرفة زين بقعدنا ربط التوازي وهس راح أعلمك علي إنه في حالة إذا مو composite يعني جدار مركب وراح هاي الحد الآن إحنا ده نتكلم على المقاومات system يعني network system أنظمة الربط في حالة plane wall يعني السطوح المستوية هسه بعدين وراها عدنا الكروية وعدنا الاستوانية فتشي بسيط بس نراد لانتباه هسه ده ناخذ مثال حتى نطبق في شكل عملي اللي تكلمنا عنه فلا افترضنا انه هذا هو عبارة عن قطعة زجاجية تمثل يعني شباك الغلاس وهذا السمك مالتها موجود وعدنا هنا درجة الحرارة هنا نختبر هاي النقطة رقم واحد درجة الحرارة عشرين وهاي درجة حرارة الهواء وهذا درجة حرارة الطرف الأول للزجاج ومقدرها بالتي وان وهي مجهولة وهنا عدنا التيتو اللي هي ايضا الطرف الداخلي للزجاج وهي ايضا مجهولة وعدنا داخل الغرفة عدنا مينوس تين سنتجريد زين اذا بشكل واضح انه عدنا جريان نتيجة هنا انه النقطة رقم واحد اعلى من النقطة هاي نسميها رقم ثمين اعلى من النقطة رقم ثمين فعدنا اكيد احنا راح نجي نكتب هنا احنا اذا نريد نحسب كمية الحرارة الكلية المنتقلة فهي تساوي لدلتا تي اوفر اول على سميشن آر ثيرمال زين دلتا تي اوفر اول هاي بسيطة اللي هي عبارة عن هذا تي وان ناقص تي تو ماش اذن هي كل بساطة نكتب هي انه هي عبارة عن تي وان ناقص تي تو زين السميشن آر ثيرمال هس نجي نحسب كم مقاومة عدنا عدنا مقاومة من نقطة رقم واحد الى نقطة رقم من تي انفينيتي وان الى در الى خلي نسميها نقاط احسن لي يعني شلون يعني نقول هنانا من نقطة رقم واحد الى تي وان من نقطة رقم واحد الى تي وان عندك مقاومة شي سموها هاي مقاومة هاي مقاومة تحميل يعني واحد على اتش اي ونحط لها اتش وان حتى تكون معلومة قيمتها موجودة زين عندك داخل الزجاج نفسه هو على اعتبار مادة صليبة فيعتبر اكون مقاومة عبارة عن شنو مقاومة التوصيل هنان راح تكون ال على ك اي ممتاز بعدين عندنا من النقطة رقم ثمين اللي هنان النقطة اللي هي تي تو الى الى النقطة رقم ثمين راح تكون عندك مقاومة تحميل وهي مقاومة هي عبارة عن واحد على اتش تو اي واضح الكلام مثل ما هنان نشوف هنان سماها الار الاولى اللي هي الكونفكشن الاول فواحد على اتش اي عندك معلوم الابعاد ما للزجاج هاي الارية مالته هاي الارية وهذا الاتش هو given فطلعت الار وان فهنان الربط هذا ربط ربط توالي اي نعم يعني هاي استعوض عنها شنو ار وان زائدا ار تو زائدا ار ثري ار وان اللي هي هيا طلعت ار وان زين اللي هي شنو الكونفكشن الار تو اللي هي معناته الار تو هاي اللي هي اللي هي خصة الزجاج القلاس وهي ال على كي اي الارية موجودة الكي معطات والال ايضا معطات رح يطلع عندك الار تو الار هنان اللي هي الثانية اللي هي نتيجة الكونفكشن هذه النتيجة الكونفكشن فهي وان على اي الارية معطات والأي ايضا معطات هيات هاي الاتش تو فيطلع عندك الار ثري نجمع مجرد جمع ار 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 ثري يطلع الار تو توتل و بكل بساطة نعوضها بهذا القانون رح يطلع عندك تي وان هاي تي ناقص ناقص عشرة هيتحول الى جمع وبالتالي الار تو معطات فيطلع عندك يطلع عندك الكيو الكاملة اللي هي جرت خلال هذا الجدار زين اشلون رح تفيدنا هاي الكيو اذا كمن السؤال رح تلاحظ انه بالسؤال هذا هو الزجاج وهاي النقطة هي تي وان هذا تي انفينيتي هاي تي وان هي مجهولة وال تي تو ايضا مجهولة وال تي انفينيتي تو معلومة هاي معلومة هاي معلومة اذا ردت من عندك مطلب ثاني بالسؤال طلبت من عندك ايجاد كمية الكيو تي وان رح تقول انه عندك الكيو توتل واضح وال الكيو المنتقلة من النقطة رقم واحد الى انتبهوا يا ايه الكيو المنتقلة من تي انفينيتي وان الى تي وان شو الساوي بيش منتقلة منتقلة يا اما اتش اي تي انفينيتي وان ناقصا تي وان وهايا قيمتها انت طلعناها هياتها لانه هي كمية الحرارة المنتقلة خلال كل هذا الجدار هي وحدة اللي هي حسبناها احنا فهايا اللي هي الكيو توتل تقدر تستعيض عنها بأي مكان زين فيا اما تستخدم هذا القانون الاريا عندك الـ h1 عندك ويبقى فقط هذا مجهول وبالتالي نستخرجه يا اما تستخدم قانون النيتورك نفسه بس شنو بس انا اقول الكيو المنتقلة اذا نستخدم قانون النيتورك هي عبارة عن دلتا تي على r زين انت هذا من منتقلة من تي انفينيتي وان الى تي وان ممتاز هاي قيمتها موجودة هي قيمتها تنزل كون استانت قيمتها ويساوي دلتا تي بين منو منو هي تي انفينيتي وان ناقص تي وان على ال r واحد اثنيا او ال r وان ال r وان فقط اللي هي من تنتقل الحرارة من هاي النقطة الى هنا تنتقل على مقاومة تحميل واحد على ha فواحد على ha اذن هنان هاي ال r 1 احنا محاس بها واحد على h 1 a فها موجودة قيمتها التي 1 مجهولة ومن هنان تقدر تستخرج درجة حرارة هاي معلومة اللي هي ال q هاي معطات معطات وهاي حاس بها يطلع التي 1 تطلع قيمته هنان محسوبة اللي هي minus 2.2 اللي هي درجة حرارة التي 1 وبالتالي هنان احنا راح نقدر نستخرج التي 1 ونستخرج التي 2 بنفس العملية هس اذا اطلب من عندك التي 2 شون تستخرج درجة حرارة التي 2 همين بكل بساطة عندك قانونية تقدر تطبق تستخرج ها يأما قوانين ال 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 لانه من T1 الى T2 شنو عملية انتقال الحرارة هنان عملية انتقال الحرارة دتم دتم عملية انتقال الحرارة بالتوصيل فال Q من T1 الى T2 تقدر تكتب هي عبارة عن K A T1 minus T2 هلا L هاي هي محسوبة اللي هي هاي نفسها وهاي كلها معطات عندك يبقى عندك فقط T2 مجهول هاي معطات هاي معطات تستخرج T2 تقول لا اريد استخدم قانون Thermal Resistance يعني شلون K من T1 الى T2 شو ساوي تساوي ان T1 ناقص T2 على R Thermal اللي هي Conduction Conduction البيان هاي النقطين شنو Conduction وبالتالي هو نفسه تجي تستخدم الكيو هي معطات او حسبناها محسوبة اللي هي التوتال والT1 معلومة ناقصا T2 احنا دريدها على R هاي حسبناها هي نفسه L على KA وبالتالي تحسب T2 وبالتالي شفت انه شون فادني فادني على الرغم انه آني يعني Thermal Resistance Network فادني على الرغم من انه انا ما اعرف قيمة T1 والT2 ما اعرف هاي القيمة وهاي القيمة بس انا قدرت اطلع كمية الحرارة total المنتقلة عبر هذا الحاجز الزجاجي الوندو عن طريق استخدام Thermal Resistance Network هذا هذا كله فيما يخص انتقال الحرارة بالأجسام المستوية يعني مقاومات بالأجسام المستوية هسه بقى عندك كيفية حل ومشاكل اذا في حالة الجدار هو عبارة عن مركب يعني جدار مركب يعني مثل الجدار الحقيقي اللي يتكون من سمنت وبعدين طابوق وبعدين سمنت وبعدين صبغ يعني تكون من عدة طبقات فهاي الطبقات تنتاز انه مختلف المكونات وبالتالي ما تقول المقاومة هي وحدة شلون خلي ما نتوسع خلي اضيق لك المسألة حتى تنتبه علي اذا عندك هنا درجة حرارة مقدارها تي وان ماشي زين هاي تي وعندك هنا تي وكتبنا انه تي راح تلاحظ بما انه انا نعطي كي وان وكي تو لهذا الجدار يعني معناته هذا الجدار متكون من طبقت مختلف لانه الكي هي الموصلية الحرارية من قلة هذا كي وان وهذا كي تو يعني هذا الموصلية الحرارية ما لنته تختلف عن هذا اذا هاي مادة تي زين هذا قبل ما اجي احل للسؤال خلي ارسم مخطط للمقاومات الحرارية فقل اتحددت هنا نقطة تي وان هاي تي وان وصلت الهاي النقطة هاي النقطة نطتني هنا مقاومة تختلف عن هاي المقاومة وبالتالي صار عندك مقاومتين التقوا مرة ثانية بهاي النقطة ويرجع الى تي تو يعني اذا ردت ارسمها هذا تي وان هنا عندك مقاومة وهنا عندك مقاومة وهنا يرجع يلتقن لل تي تو واضحة هذا الربط اذا تباوع علي شي سمو الربط هذا هذا الربط شي سمو بالكهرباء هذا الربط يسمو ربط توازي يعني من هسه اجي اقول لك الار توتل الار توتل شي الساوي الار الحرارة تنتقل عبر الجدار يعني اذا هاي تي وان هي هنا هاي النقطة خلي اوضح لك اياها اكثر هاي النقطة هي تي وان فالحرارة تنتقل من الى تي تو شون تنتقل عبر مقاومة وهنا مقاومة ثانية مختلفة لانه مادتي ويرجع يلتق فصار عندك مقاومة هنا ومقاومة هنا لمقاومة مختلفة لانه كي وان ليش مقاومات مختلفة نحتيها بغير اسلوب هذا هنان الار هي ش تساوي الار ما للتوصيل تساوي لال على كي اي وهنان ال على كي اي هنان كي وان هنان كي تو يعني لكي قيمتها تختلف وبالتالي هذا يطيك مقاومة تختلف عن هاي المقاومة زين الربط هذا الربط هذا الهنا نطاني شكل جديد يعني من اجي اقول لك سميشن الار ثيرمال او او نسميها الار توتال راح تقول لي ار وان هذا هنا ار وان وهنا ار تو راح تقول ار وان زائد هذا الكلام مو صحيح السبب انه هذا ربط توازي والار الار بربط التوازي ربط توازي احفظ هذا القانون تساويلي حاصل الضرب على حاصل الجمع هاي خلاصته اذن سميشن الار ثيرمال سميشن الار ثيرمال هاي ار وان وهاي الار تو هي اتا ار وان خليني مكتوب خلين بس اضلي لك هذا ار وان وهذا ار تو واضح الكلام السميشن او التوتال شون اطلعها اذا توالي تجمع واذا هو توازي تستخدم هاي العلاقة حاصل ضرهم على حاصل جمعهم يعني انت تيجي تحسب هاي ببحد تحسب ها لانه ال على كي وان اي وهاي تحسب ها ببحد ال على كي تو اي حسبتها طلعت هاي مقدار اخي نقول ثلاثة هاي مقدار اخي نقول خمسة اذن الار السميشن الار ثيرمال يساوي انه ثلاثة في خمسة على ثلاثة زائدا خمسة يطلع الرقم اللي هو يمثل التوتال وبالتالي تجي تقول كيو تساوي لدلتا من واحد الى اثنيا اللي هي تيوان ناقصا تيو على شنو على السميشن السميشن انت طلعته هياته هذا كل ما هنالك زين اذا في حالة عندي ربط توازي وربط توالي بسيطة مثل بالكهرباء احول التوازي الى مقاومة وحدة ومن ثم اجمع مع التوالي يعني شلون عندك هذا الجدار متكون من كيوان وكيو وكيثري فالحرارة هنا تنتقل عن طريق شنو مقاومة وهنان تنتقل عن طريق مقاومة وبعدين هنا يتحدون ومن ثم ينتقلون عبر مقاومة ثالثة حتى توصل الى الطرف الثاني من الجدار هياته تيوان سارت بمقاومة الاروان هنا هاي ار وان وهاي ار تو وهاي ار ثري سارت على الار وان وصارت على الار تو وبعدين هنا نتحدى وصاروا على الار ثري ومن ثم ار الكونفكشن اللي هي منانا الكونفكشن الحد ما وصلت الهاي النقطة زين زين هسه شا حنسوي عندك الار كونفكشن هاي الار وهاي الار انت تقدر تجمعهن ليش لانه ربطهم توالي توالي يبقى عندك الار وان الار وان والار تو هذني هاي التوازي شا حنسوي نسوي حاصل ضربهم ار وان في الار تو على الار وان زائدا الار تو حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يطلعنا يطلعنا ار وحدة اهنانا نسميها ار ار وحدة بدون رمز نسميها ار وهاي الار تنجمع مع ار ثري و ار كونفكشن يعني بمعنى هذا المثال كامل هي تموجود امامنا الار total هي عر من واحد الى اثنين عفو عر واحد واثنين اللي هي عر واحد وار اثنين وإننا عر واحد واثنين هي شون انحسبت انحسبت لانه ربطهم توازي حتى نحولها لان هذا الربط لازم تحول الى هذا الربط تحول الى تي وان نقطة هاشي سموها عر واحد اثنين اللي هي إنه دمجنا هاي المقاومتين بR وحدة سميناها R12 ومن ثم مشينا على مقاومة سميناها الر3 اللي هي هاي الر3 ورما دمجنا هاي أو هاي وصلنا الى الر3 وصلنا الى نقطة ومن ثم مشينا على R اللي هي الكونفكشن حتى نوصل الى هنان خلين نسميها T2 وهنان هاي T1 فهاي T2 وهاي سميناها الر R Convection لانهيات هاي R Convection هاي شون طلع قيمتها وبالتالي في هسه هنان من سوينا الربط الربط هذا استصار كله توالي إذن R Total هو فقط تجمعهم مثل ما هسه هذا هي تجامعهم R12 والR3 والR Convection R12 هاي شون انجمعت جمعت R1 عفو شون تحولت الى مقاومة وحدة مثل الربط التوازي تحولت الى مقاومة وحدة عن طريق استخدام الـ R1 في الـ R2 حاصل ضربهم على حاصل جمعهم تحولت الى مقاومة وحدة وتنحط هنا ويطلع عندك هذا حاصل ضربهم على حاصل جمعهم زائداً R3 والR Convection واضح؟ ناخذ مثال ، ، المعروض أمامك استخدم المعلومات المدونة على الشكل لحساب كمية الحرارة المنتقلة باتجاه X أول ما تجي تحل سؤال بجدار مركب هذا جدار مركب أول ما تبدي أول خطوات الحال هو أن ترسم إثيرمال رزيستنز نيتورك هذا يسموه شنو؟ ثيرمال رزيستنز نيتورك هذا شنو رسمه بسيطة بما أن الحرارة تنتقل من نين؟ تنتقل من النقطة رقم واحد تنتقل من النقطة تنتقل من النقطة تنتقل من النقطة X1 يلا إذن من T1 لل X1 تنتقل عبر مقاومة R شنسميها؟ Conduction ومن ثم هنا رح ينتقل بمقاومة عند ال B ومقاومة عند ال C فهاي نسميها ال RB وهي نسميها ال RC انتقل عبر مقاومة ليش؟ لأنه معدنيا مختلفين أكو K لل B شوية صارت هنا خفت بيانعتكم عدنا K لل B وعدنا K لل C فلذلك الحرارة من انتقلت انتقلت بشكل مختلف يعني بمقاومة T وليست مقاومة وحدة لأنه المعدن مختلف هنا معدن واحد مقاومة وحدة هنا معدنيا ومن ثم تنتقل من هاي النقطة عبر مقاومة مقاومة الى هذا الجزء الأخير من الجدار هذا الحج الكلام هذا اللي صار راح نشبه بهذا النيتورك اللي هو هاته اسفل هاي النقطة هي T1 وبعد عندك هذا الشي اسمه A فال RA فأكون مقاومة اسمها ال RA مقاومة توصيل ومن ثم عد هاي النقطة عد هاي النقطة شوفوا شون احنا جاي بيهنا في السعد هاي النقطة صارت عندك مقاومة للB وعندك مقاومة للC هاي مقاومة الB وهاي مقاومة السي وبعدين ندمجاوب هاي النقطة ونطت مقاومة وحيدة أخيرة العفو للD هاي مقاومة الD الحد ما وصل للطرف النهائي للجدار اللي هو T2 هنانا زين هسا اذا تباوع ال-R ثيرمال شون رح تقدر تحسبها اتباوع اتباوع انه ال-R A و ال-R D مربوطات توالي نقدر نجمعهم بس عندك مشكلة انه ال-R B و ال-R C توازي لازم نحولهم الى مقاومة وحدة نحولهم الى مقاومة وحدة نسميها R B C حتى يصير عندك رطة كله توالي وتجمعها بسيطة ال-R B C شا ساوينا تساوينا ال-R B في ال-R C على ال-R B زائدا ال-R C حاصل الضرب على حاصل الجمع تطلع هاي ال-R تطلع ال-R B C فنجمع صير ال-R A زائدا ال-R B C و زائدا ال-R D طلعت ال-R توتال زين هسا نجي نحسب ال-R A شون قيمتها ال-R A توصيل فهي كل هن هذن مقاومات توصيل إذا تنتبه كل مقاومات توصيل ومقاومة التوصيل للبلين للول مقاومة التوصيل للول هي L على K A فقط عندك هنانه مثلا هسا الإيريا ما لل-A اش قد قيمتها هسا تجي ال-R A اللي هي ال-L هاذا قيمة ال-L أو ال-L1 خلينا نسميه أو ال-L A يعني ما للخاص بالجزء A فيطلع عندك Delta X KA نحسبة عندك ال-R B ال-R B اش قد عندك صار صار عندك ال-Delta X هذا المنانه الهنانه هذا ثابت صح؟ هذا البعد المنانه الهنانه اللي هو Delta X B خلينا نسميه هو ثابت اللي هو نفسه هذا موجود معطا معطا زين ال-K قيمتها معطات يبقى ال-A هذا هو نصف ننظف تبهوا هذا الجزء ال-B هو نصف ال-A 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 هي هاية إذن هي هذا على 2 يلا يطلع لأنه ال-B هو نصف ال-A فإذن ال-A فقط ننتبه عليها هي 0.1 على 2 فيطلع عندك المقاومة C كذلك هو نفس ال-B ال-DELTA X هي ثابتة اللي هو هذا البعد زين ال-K هي مو أخذ ال-KC اللي هي هاي الخمسين ال-A هو نصف ال-A هو نصف ال-A لأنه إذا يقول ال-Area مالسكشن B وسكشن C is equal فمعناته بما أنه هي منصفة لل-A فإذن معناته معناته هي ال-A على 2 عندك ال-RC ال-R هو رجع يكتب Delta X هاي موجودة ال-K هي ال-K مال ال-70 اللي هي هاي قيمتها لأنه رجع شكل كامل ما بيستقطاع وبالتالي نحسبت عندك ال-R مثل ما قلنا ال-R بي سي راح نسوي لها مكان ما هي توازن سويها إلى توالي فحاصل الضرب على حاصل الجمع وبالتالي راح نقدر نحسب التوتال اللي هي ال-R ومن ثم ال-R بي سي ومن ثم ال-R ونحسبت وطلع عندك بما أنه Delta T هي T1 ناقصاً T2 هي معطاة 2 راح نقدر نحسب كمية الحرارة المنتقلة زي هساً إذا نجي نتكلم على الشكل الأسطواني الشكل الأسطواني المعادلة مالته هاي المعادلة مالته يعني لريد اوصل لك يا شين هو يعني هسا إذا عندك هذا أمبوب هذا أمبوب ماشي؟ هذا هنا عندك أمبوب وهنان إذا يصر عندك مثلاً جريان Flow وكو عندك جريان داخل الأمبوب زي هذا السمك هذا السمك هذا شي صر بالانتقال مالحرارة يعني هنان إذا هذا كان عد هاي النقطة T1 وهنان عندك عد هاي النقطة T2 وكان T1 أكبر من T2 فأكو كمية حرارة دا تنتقل خلال الأمبوب من خلال الأمبوب يعني من T1 دا تنتقل حرارة حرارة هنانا دا تنتقل من T1 هاي كيو تنتقل عبر Thickness Thickness عبر جدار الأمبوب عبر جدار الأمبوب دا تنتقل بشنو دا تنتقل بالتوصيل زيان بما أنه التوصيل فقانون فوريار قانون فوريار للأسطوانة شي ساوي K A T1 ناقصا T2 هاي منشلت السالب رأسا حطيت الكبير ناقصا صغير رأسا على أو آسف خلينا نكتبها بالصيغة العامة الرئيسية لكيو تساوينا K ناقصا نلعفوا ناقص K A DT P over DR صحيح لو أنا غلطان هذا هو قانون انتقال الحرارة عبر الأشكال الأسطوانية والدائرية زيان من المحاضرة الثالثة البارت الأول أول ما شرحت لكم الشكل النهائي للمعادلة انتقال الحرارة بالانتقال الحرارة بالتوصيل للأشكال الأسطوانية رح تنتهي بهذا الشكل رح تنتهي بهذا الشكل وإذا تريد تراجعها ترجع للجزء الأول من هذه المحاضرة رح يشوف أنه إحنا شون اشتقيناها بشكل كلش مبسط بحيث أنت هذا هذا المقدار أو هذا القانون يا أما تحفظه يا أما تستذكر ما أنا الخطوات الشون أشتقي هي خطوات سريعة توصل إلى أنه انتقال الحرارة رح يكون بهاي المعادلة يعني ما ردك تخربط بين هذا القانون اللي هو قانون الكوندكشن ما للول الأسطوح المستوية اللي هو ناقصا كي اي دلتا تي على دلتا اكس هذا ما للأسطوح المستوية بينما هسا إحنا عدنا شكل شنو؟ عدنا شكل أسطوانة من شكل أسطوانة القانون مالته القانون مالته ما سيصير؟ رح يصير هذا القانون مالته هذا القانون قانونه هو 2πLK دلتا تي على الين R2 ناقصا R1 وين هالR2؟ إذا هذا السنتر اللي هنانا R2 وين الR1؟ هاي الR1 يعني الR1 هي القطر الداخلي والR2 هو القطر الخارجي زين إحنا هذا القانون إذا أريد كتبه بطريقة المقاومة إحنا شنو قلنا طريقة المقاومة اللي Q تساوينا دلتا تي على الR ثيرمال زين اللي كيو موجودة دلتا تي موجودة هاي الدلتا تي إذا بقى عندك هذا المقدار وهذا المقدار لازم يتحول إلى مقاومة فإحنا تعلمنا أنه هذا دائما ينزل للأسفل يصير R فالR ما للسلندر هي عبارة عن لين R2 على R1 على 2πLK واضح الكلام؟ وهذا القطر الخارجي وهذا القطر الداخلي لأن هسا هاي هنا الأسطوانة من هنا إلى هنا هذا الR1 اللي هو القطر الداخلي وهذا الR2 القطر الخارجي واضح؟ زين كذلك بالنسبة إلى الكرة الشكل الكروي فالشكل الكروي أيضا فالQ تساوي إلى ناقصا K A DT على DR إذن أنا همي أنا لازم إلها قانونها بانتقال الحرارة أيضا هاي الكرة هاي الكرة تحتوي على قطرين إذا كرة خاطر نقول هاي هاي كرة هذا مو جزء يعني يعني مو فارغ هذا هذا مو فارغ هذا سمك ومحاطف طبقة خارجية فأيضا راح يسرعدها قطرين القطر الأول اللي هو قطر الكرة والقطر الثاني هذا قطر الكرة وهذا القطر الثاني القطر للمادة المغلفة بها الكرة فصار عندك R1 و R2 وأيضا إذا تسترجع المحاضرة الجزء الأول من المحاضرة الثالثة هم شرحت لك شون نقدر نحصل على الشكل النهائي للكيو اللي هو هذا الشكل النهائي للكيو زين إذن كتبه في صيغة المقاومة اللي هي كيو تساوينا دلتا تي دلتا تي على آر إذا أريد أني كتبه لكيو موجودة دلتا تي موجودة إذن ما تبقى هذا الجزء وهذا الجزء هو آر فهذا شي صير يصير واحد على آر آي ناقصا واحد على آر آي يعني آر وان الداخلية والآر أو يعني الخارجية على أربعة باي كي اللي هو شي يمثل يمثل آر ثيرمال وبالتالي هياتها آر ثيرمال صارت لأن تتعرف هذا واحد عليه فيصر مقلوب فيصير آر ثو ناقصا آر وان يعني هذا آر ثو اللي هو الخارجي وهذا آر آي الداخلي ويصير بهاي الصيغة واضح؟ زين إذن هسا أنت من تحفظ هذا القانون من تحفظ هذا القانون اللي هو انتقال الحرارة بالتوصيل للشكل الكروي ومن تحفظ هذا القانون اللي هو انتقال الحرارة بالتوصيل للشكل الأسطواني راح تحفظ مباشرة من عندي آر ثيرمال ما للسيلندر والآر ثيرمال ما للسيفير ما للكرة عن طريق أنه هذا تعرف أنه الدلتا تي وما متبقي هو آر ثيرمال هذا الدلتا تي وما متبقي هو الآر ثيرمال واضح؟ إذا صار عندك صعوبة بالتذكر أنت مجرد حافظ هذا القانون وحافظ هذا القانون تستنبط من عند الآر ثيرمال راح نأخذ مثال راح نشوف أنه عندك هذا المثال اللي هو عبارة عن أنبوب هذا الأنبوب هياته أنبوب بخار حطينا لمادة عازلة هذا الأنبوب خلي نرسمه إليك هنا هذا الأنبوب هذا هنا بخار بيجري بخار مزين هذا الثيكنس ما للأنبوب هذا الثيكنس ما للأنبوب سمك الأنبوب وبعدين جينا غلفناه بطبقة ثالثة هذا عازل عازل هذا الأنبوب هنا دي يصير عندك بخار حار فدي يصير عندك هنا نقطة T1 وبعدين عبر السمك يوصل لهنا نحن نسميها T2 وبعدين عبر العازل نسمي هنا نقطة T3 وبعدين هنا T8 اللي هي درجة حرارة منه درجة حرارة المحيط الخارجي زين فطبعا بالمناسبة هو البخار هنا نهمنا نعطي T1 وهنا T2 يعني هسا إذا نريد نشبهها للعملية هاي خلنا نوضحها أكثر إلك بفت شكل زين زين هذا هو سمك الأنبوب هنا نحن 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 ن طريقة المقاومات T-Infinity 1 اللي هي درجة حرارة البخار تنتقل الحرارة عن طريق التحميل فأكون مقاومة التحميل إلى T1 هاي T1 اللي هو لدرجة حرارة الجزء الداخلي الجزء الداخلي من الجدار هاي T1 وبعدين عبرة سمك الجدار مال الأنبوب هذا السمك الوردي فإذا تنتقل بيش بمقاومة يسمه مقاومة توصيل وبعدين من النقطة رقم ثمين إلى النقطة رقم ثلاثة تنتقل عبرة مقاومة ينسميها مقاومة تحميل من النقطة ثمين نقطة رقم ثلاثة مقاومة توصيل العفو لأنه عبرة المادة العازلة هاي مادة عازلة فمقاومة توصيل وبعدين من النقطة رقم ثلاثة هاي النقطة رقم ثلاثة تنتقل إلى الهواء عن طريق مقاومة أخيرة ينسميها مقاومة التحميل فإذن خل انصف فيها ونسميها من البخار إلى الجدار الداخلي للأنبوب هاي شنو؟ هاي يسموها convection هاي مقاومة تحميل من الجدار الداخلي للجدار الخارجي للأنبوب اللي هو السمك الوردي هاي ال-R هي شن هي؟ هي توصيل إذن convection هاي convection زين من ال-R2 اللي هو الجدار الخارجي للأنبوب إلى ال-R3 اللي هو الطرف النهائي للعازل ده يصير عن طريق يام وقاومة أيضا conduction توصيل وبعدين من الطرف الأخير اللي هو T3 إلى الهواء الخارجي عن طريق شنو؟ عن طريق convection تحميل إذن هسا سميناها إذن هسا نجي نقول انتقل ويايا لهذا الرسم ال-Ri اللي هي قلنا عليها ما بين الستيم والجدار الداخلي تحميل واحد على HA آسف ال-R1 اللي هي بين T1 و T2 تمت عن طريق شنو؟ اللي هي سميناها ال-R5 اللي هي بالسمك ما للجدار تمت عن طريق التوصيل زين هاي مقاومة التوصيل هاي مين جبناها؟ جبناها من إنه القانون القانون ما ال-Q ما السلندر هو عبارة عن 2 π L دلتا T على لن R2 R1 فالمقاومة ش الساوي لل-R؟ احنا مقلنا قلنا هذا الجزء على هذا الجزء فيساوي لي المقاومة راح ايش يساوي لي؟ راح يساوي لن R2 على R1 مجرد هذا يجي للمقاوم على 2πKL واضح؟ نانا كوكي زين فهاي المقاومة هي مقاومة التوصيل اليا التوصيل مالسلندر فهاي مقاومة التوصيل مالسلندر كلها معطا عندك ال-R1 وال-R2 كلها معطات عندك بالسؤال فقط تعوّف تعويض مباشر ال-R ال-Insulation اللي هي ما بين النقطة تخليني بعد أن أنظف حتى نرجع نشرح لك على الرسم نفسه ال-R اللي بقت هنانا اللي هي ما بين ال-T2-T3 هي R-Insulation وأيضا هي مقاومة توصيل إذا نفس هاي القيمة هنا نتيجي مقاومة توصيل فقط يصر عندك اختلاف بال-Rات احنا هاي دائما نقول عليها ال-R الكبيرة ناقصا ال-R الصغيرة بما أنه انت تتعامل مع هاي النقطة وهاي النقطة فتستخدم شوف انتبهوا ياهي هاي النقطة هاي ال-R النهائية سماها R-3 وهاي R-2 فيصر R-2 على R-3 R-2 على R-3 ومجرد تعويض قيمة ال-L هاي هاي طولة الاصطوانة وال-K الكي 2 تغيرت ليش؟ لان هاي الكي هنانا كيمة ال-Insulation بينما هنانا الكي هذا thickness هو كيمة لل-Pipe فهاي الكي هنانا كي Insulation فأيضا تنتبه انه تعوض هنانا قيمة الكي مع ال-Insulation وليست قيمة الكي مع ال-Pipe بينما هنانا قيمة الكي نعوضها قيمة الكي مع ال-Pipe صارت عندك معلومة وصار عندك ال-R out اللي هي شين هي هاي ال-R out اللي هي Convection واحد على H2A ال-Area تعرف انه احنا ال-Area شو راح نحسبها surface area اللي هي 2PiL اللي هي شين هي هاي هاي surface area 2PiRL آسف اللي هي surface area ما للشكل الأسطواني 2PiRL اللي هي surface area ما للشكل الأسطواني ايضا تحسبها واضح فراح يصير عندك هذا الربط ربط توالي لو توازي هذا الربط توالي إذن summation R total اللي هو راح يساوي مجموع الآرات وهياتها R total RI R1 R2 R out انحسبت وينحسب منعدها كمية الحرارة المنتقلة ان شاء الله تكون المحاضرة هذه مفيدة إليك وهذا الربط الكرة ما راح نتطرق له يعني انت كلش كافي انه تعرف الcomposite wall يعني الجدار المركب وترسم له R thermal resistance network ترسم الهية ومن بعد ما ترسم الهية تتحدد هل هو ربط توالي لا توازي حتى تجمعهن أو توحدهن إذا كانت توازي وأهم شي تصنف كل R هي شنو هل هي R تحميل أو توصيل وإذا توصيل هذا الشكل ما لتك شكله مستوي إذا مستوي تحط لي ال R المناسبة إلى وإذا شكله استواني تعرف قيمة ال R ما الاستوانة شن هي وبالتالي ينحل عندك وإن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى لكم مني جزيل الشكر تحطه اشتركوا في القناة